تختتم فعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد انطلق أسبوع القاهرة للمياه الأحدى الماضي وعقدت خلاله جلسات متخصصة لبحث مشكلات المياه وسبو الاستغلال الموارد المتاحة في ظل المتغيرات المناخية التي تؤثر عليها بشكل كبير كل عام وعلينا أن نوفر المياه حتى نؤمن مستقبل هؤلاء الناس إذن الحفاظ على المياه ليس هو الحل بأننا سنعيد تدور المياه وسنحل مزيد من المياه وسنعالج مزيد من المياه ولكن علينا أيضا أن ندخل المياه علينا أن ننتج مزيد من المحاصيل بأقل كمية من المياه علينا أن نحافظ على المياه من خلال الاستهلاك اليوم في المنزل وكانت هذه الرسالة ونحن نتضافر ونتعاون مع عاديات كبيرة من المنظمات لن يسمح لي الوقت بأن أتترك لكل ذلك المنظمات متحفزة بالفعل لإسهام ومقبلة على الإسهام في هذه المبادرة أما بالنسبة للزيارات الجانبية بعض من الزيوف الأجانب زاروا مواقع مختلفة في الدولة في البلد الأمر لم يقتصر فقط على الجلسات والمقوص في التكييف بل تمكنوا من الخروج وزاروا مواقع مختلفة والانتقال من مواقع الآخر في الدولة أما بالنسبة للعشاء شاء غالا دينار